الكرام إلى الحدث الحدث الذي يأتيكم مباشرة على الهواء من قناة البلاد وهو المتابعة المباشرة لهذه المسيرات التي انطلقت منذ الصباح تنددات وطنية على مستوى العاصمة وكذا مختلف ولايات الوطن مسيرات منددة بالتدخل السافر المشين للبرلمان الأوروبي الذي حشر أنفه في قضايا داخلية لا تهمه إطلاقا ولكن الرد الوطني اليوم كان كبيرا من خلال هذه الحشود من المسيرات التي جابت مختلف ولايات الوطن تنديدا واستنكرا لهذه اللائحة المشؤمة خلال حدث اليوم سنتابع هذه المسيرات وردود الفعل وكذلك النقاشات المصاحبة التي جاءت فيها المسيرات في هذا الضرف الحساس الذي تشهده الجزائر وهي مقبلة على انتخابات رئاسية في الثاني عشر ديسمبر حتى نضع المشاهد الكريم في الصورة سنوفيكم بالصور التي تجهز من حين لآخر من مختلف الوطن ويبقى النقاش مستمرا مع ضيوف الكرامة الذين يحضرون معي حصة الحدث لهذا المسيرات أبدأ مباشرة على اليمين بالسيد مديوني مختار سعيد وهو ضابط سامي متقعد مرحبا بك سيد شكرا على استضافة وشكرا لك أنت على تلبيت الدواء كما يحضر معي كذلك الأستاذ شابخ فرحات وهو قياده باتحاد العام للعمال الجزائريين وممثل اليوم عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي دعا إلى هذه المسيرة مرحبا بك سيد شكرا للستضافة وشكرا كذلك أنت على تلبيت الدواء إذن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ربما كان في موقف وطني تاريخي كما كان عيسى تيدير كان الاتحاد العام للعمال الجزائريين في وطبة وطنية تنديدا بالتدخل الأجنبي في أي سياق جاءت هذه الدعوة لهذه المسيرة سيد الكريم نشكر مرة أخرى قناة البلاد التي تفتحق عطتنا فرصة لكي نتكلم لأن عندما تكون الجزائر أنا نظن الاتحاد العام الجزائريين يترك كل شيء كل مطالب كل شيء لأن الآن البلد بدأت في خطر وهي في الحقيقة القرار ولوه القرار للاتحاد الأوروبي غير ملذم ولكن نلاحظ في الحقيقة أنا في البداية وصرحت بها مقبل قل فرحت هذا القرار لماذا؟ لأن هذا القرار تجعل اللحمة بين الشعب الجزائري ولا الاتحامة ولا الاتحاد العام والجزائريين لا يمكن أن يكون غايب عن هذا الإجراء ذلك قمنا طبعا بنداء لمسيرة عملية وراني متأكد في الحقيقة كانت كل المواطنين من كل الفئات صغار كبار لماذا؟ لأن في الحقيقة نعتبر هذا التدخل وهو مرفوض إطلاقا وهو تدخل وهو تدخل في الشؤون الداخل للبلاد احنا وقلناها لكل حال ما شونا احنا كنا نتمنى هادو مادون برلمانيين ممثلين للشعب الغلبية من هم من فرنسا كنا نتمنى يدخلوا في البرلمان أوروبي باش يستطروا السطرات السفراء اللي يرام يخذوا العصا احنا الى حد الآن في الجزائر والحمد لله منذ تقريبا 22 فبريه إلى الآن ولقط رد مسالة هذا له أكثر من دلالة وهذا هو الشيء اللي قلق خاصة ممكن نقوله أوروبا ولكن بالدرجة له لا فرنسا لأن فرنسا ما تحبش الخير من الجزائر أظن 32 سنة وما كفهاش وحبة القديمة وصية لازم يعرفوا الفرنسيين الأوروبيين وكل العالم العادولي الجزائر راه يضروحوا بأن الجزائر راه مستقلة منذ ألف وستعمائة وستين لها حرية الرأي أنا نظن اليوم المسيرة الكبيرة وده هو الأساس من فرض يجب أن يكون رد فعل في كل ما نحتاجه حانا نستغربوا نستغربوا هذا الموقف برناماني منتخبين وضد الانتخابات الحق هذا هو لأن الآن تناقض دولي سارح قبل نهار ما كانت انتخابات بدأوا يندوا والدزائر الآن عندها شرعية كده كده الآن حبينا ننطلقوا وندخلوا في شرعية الحقيقية اللي راهي لديها الشعب أنا نظن الشعب ككل تقريبا كل فئة شعب دزائري يقول في تطبيق المادة السبعة والمادة التمنى المادة السبعة السلطة للشعب المادة التمنى يقول لك السلطة للشعب عن طريق ممتلي ممتليه الممتل الأول وهو القاضي الأول بلد هو برئيس جمهورية ننتظروا على الأقل من فروض البرلمة الأوروبي يدعم الانتخابات على الأقل يسكت يعاوننا بسكاته استاذ مديوني مختار سعيد هذه للأمانة أسابيع أو على الأقل شهر أو شهرين كنت اصطدفتك هنا في البلاطول للأمانة تحدث على أن الوضعية خطيرة فيه تحديات فيه تحرشات من هكذا من الخارج اليوم وقع الذي كنت تتوقعه كيف وصلنا إلى هذه الحالة؟ أولا شكرا رجوع للتاريخ رجوع لتصريحات سيدة الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ولينتهز الفرصة أننا نتقدم له بالتعزيات الخالصة لفقدان أخيه كان من يوم الأول تكلم أن الجزائر فيه خطر فيه تعامر على الجزائر فيه أجندات خارجية وراءنا نبدأ نشوفه فيها وما زال يزيد يوقع فيه التكالب لأنها بقتلنا أسبوع ونص على الانتخابات يعني التكالب هذا سيستمر ويستمر بشراسة حتى في الريزو سوسيو أنا باش نذكر الأسبوع الماضي وللأسف ما نظنش رجاء الجزائرين شافوها أنا دخلت في البرلمان الأوروبي وتحاولت مع سيدة ماريا رينا اللي هي رئيسة لجنة حقوق الإنسان للبرلمان الأوروبي في قناة حوار تيفي وتكلمت له عن الشي هذا لأننا كان فيه تغليط في الخارج يقول لك الشعب رفض الشعب رافض الشعب موش رافض لأننا الشعب احنا 42 مليون وعنا 24 مليون و800 ألف منتخب يعني حتى كنتشوفوا ناخب يعني نشوفوا الناس اللي تخرج في الجمعات مهما تكونش الأغلبية الأغلبية يكون وسيلة واحدة الديمقراطية اللي تقول لك شكون هي الأغلبية والصندوق وقالها الأخ يعني نتعجب بنا لما يقول لك احنا بلد أوروبي احنا الأوروبيين نغيروا على الديمقراطية إذا تغيرت الديمقراطية أنك تساند الشعب اللي هو ماشي للانتخابات ما تقدرش تساند ناس اللي رافضين الانتخابات هذا هو مبدأ الديمقراطية ولكن باش نفهم باللي فيه الأجندات اللي هي اللي تحتهم البلاد ناس الأوروبيين هذو ما نقولوش جعل كل الأوروبيين لأن حتى في البرلمان الأوروبي كان ناس نزه وعندهم مواقف ثابتة أما اليوم راي كان الكسترام دروات يعني اللي دخلت في البرلمان الأوروبي ومولي سوسيول ديموكرات وكان فيه لوبيات جزائرية لوبيات جزائرية بين قوسين لأن الجزائري يغير على بلاده وأن الجزائري يخاف على بلاده أما الناس اللي رأيهم مسقرة في الخارج يعني في لندن وفي باريس وتعطي في التعليمات وتعطي في التأشيرات يعني هذي الناس هم اللي يكونوا اللوبي اللي يتكلم مع رفايل جلوسمان ولكن لازم تعرف رفايل جلوسمان شكونا هو هو يعني 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 معروف على المستوى للبرلمان الأوروبي والتدخلات في المصالح العربية يعني كما قالها الأخ أنا والله لا فرح لأن في أسابيع كي تكلمت في البرلمان الأوروبي تكلمنا على الشيء دي وقارت الصحفية أن فيه إجراءات لأخذ يعني قرار ضد الجزائر في البرلمان أنا فرحت لها فرحت لها لأن مثل هذه القرارات زيد تلم الشمل تقع الشعب الجزائري لأنه ما فهموش حاجة وهذه قلتها يعني نبعت لكم حتى الشريط تعال ندوى الليدرتها قلت باللي أنه ما تعرفوش الحقيقة تعال الشعب الجزائري منذ القديم الشعب الجزائري رافض للتدخل الأجنبي مهما كان الشعب الجزائري غير على بلده فيه فئة أقلية اللي يتحوز تحطم البلاد ولكن ما تنجح لأننا ذاهبين إلى الخروج من الأزمة عن طريق الانتخابات وهي يعني سرعة السورتي البلو سيفيليزي يعني في مخص حل الأزمات الخروج الحضاري في حل الأزمات هو لأن حتى كل الحروب كملت بتفاوض وكملت بانتخابات وصلت الفكرة سيدة الكريم وصلت الفكرة السي شابخ تحدى تاسيمة يوني على لم الشمل هذا الأمر يرجعنا إلى قضية مهمة لأنك أنت اليوم هو ممتل عن اتحاد العام للعمة الجزيرة نعرف وضعية الاتحاد قبل هذه المدة ما كان يدور حول الاتحاد أنه كان وكذا 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 اليوم دعا إلى هذه المسيرة هل يشاهد عيان وانت كقياد وكذلك مشارك في هذه المسيرة لاحظت أن هناك حقيقة لم الشمل أو أن كل الأطياف خلت هذه التجادبات سياسية جانبا ودخلت من أجل لدحمة وطنية أنا فقط كملاحظة أولا طبعا إحنا كنا في وسط تقريبا المسيرة لاحظنا ممتلين أحزاب الجمعيات طبعا النقابيين موجودين الاتحاد العام الجزيريين هم الأغلبية ولكن لاحظنا من منظمة مختلفة من ممتلين أحزاب سياسية حضروا معنا هذا دليل معناها بأن أو قال هذون كما يقول الزميل هنا رقالها في البلاتو نهار يكون بوضع الجزير ولا واحد يدير أنا نظل الاتحاد العام حقيقة بعد المؤتمر الأخير أنا نظل تغيرت الوجه الحقيقي الآن أظل وجه أخر تغيرت طريقة العمل ولاحظنا هناك كما يقول التفاف كبير حول الاتحاد العام هناك منخارطين بزاف قبل كانوا هاربين من الاتحاد العام اليوم حبينا نشوفوا حقاتهم لاحظنا اللحمة الشي اللي أساس وهو أنك تلقى عجوزة وبالبيكي وتمشي وأنا نشوف فيها من ساحة والماء تمشي إلى البريد المركزي ولا غير شي يفرح معناها الجزير الحقيبة هذي أنا نظل مئة ومئة ومئة وثلاثة زنة حنا نشوفنا المرار من الاستعمار لذلك ممكن نشي أخر حتى تفرحنا من قبل حتى حتى من تقريبا المترشحين خمسة وكل مترشحين تقريبا كلهم نفس النداء هذا هو هدية الجزائر لماذا عرف الجزائر هدية زياد على ذلك أظن أحضر ممكن على رفايل غلوثمان رفايل غلوثمان شكون هذا 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 هو الأب الروحي الأب الروحي بتاع بيرنار ليفي زي ما يعرفوا بيرنار ليفي اللي يحب يخرب طبع ممكن عربية عربية أبقى البلد الوحيد لم يلحق معناها يحوز بكل طرق نحن كنا ننتظر البرلمان الأوروبي في النداء يندد حقيقة أولا بالاعتداء على صدرات فراء يندد بالمدابح والمجازلة رهي في غزة نتمنى كذلك يزيد يتكلم على احتلال الصحراء الغربية كنا نتمنى يهضر على بعض المشاكل الموجودة على مساوى أوروبا يتكلم على كم يقولوا عدم احترم حقوق الإنسان للاجئين الموجودون في فرنسا في أوروبا ولكن الآن الناس نتخبوه باش يدافع على ممثلين تعول الزائران قادر ندافع على نفسنا نحن نظر الحمد لله الحراك هذا السلمي كما يقولوا المبارك نقدر نقول اللي راه يمشي أعطهم أكثر من درس لأنه ما كانوش يصوره الشعب الجزائري عادة ندفقوا الشعب الجزائري منرفز يهجم يدير ما كانوش يصوره ولا والجزائريين يعطيه دروس للناس اللي راهم في فرنسا فيما يخص المسيرات زياد على ذلك زياد على ذلك شيء آخر اللي يهضروه واللي راهم يهضروه كسوز انتندو حما نظن الجيش الوطني الشعبي إلى حدين والحمد لله هو اللي راه هو ساطر هو اللي راه يساير في هذه المسيرات هذه قلقتهم قلقتهم بزاف لأن الجيش الوطني الشعبي يعيد كيما يقولوا أوه يا فور أنا ما نسحقش من ديش الحكم أنا مكلب بالدفاع والمدابية في أقرب وقت وين تلقى في جميع البلدان لاحظنا في كل ما يكون سوء تفهم بين السياسيين الجيش مباشر يخد الحكم مرافق أنا نساير يقولك أنا ما ناخدش الحكم مرافق أنا نساير مرافق ومدابية في أقرب وقت طرد الشرعية سيد مختار مديوني هناك يعني الأصوات كلها يعني كل مرة يخرج الناس صوت معين وإحنا من خلال هذه الأسئلة نريد أن نلقي الضوء على هذه نقاط الضل هناك من يعتبر أن هذا البرلمان الأوروبي هذه الخارجة لا تستحق كل هذا الاهتمام أو كل هذا الحوار والنقاش وأننا أعطينا هذا البرلمان وهذه الخارجة حجم أكثر منه ما تعليقك سيد الكريم والله أنا بالنسبة لي يعني قرار الاتحاد الأوروبي ما نقولوش الاتحاد الأوروبي ولكن البرلمان الأوروبي لأنه لازم ندير تمييز لأنه موغيريني يعني اللي هي ممثلة الخارجية للاتحاد الأوروبي اتكلمت وقالت ما فيش تدخل في الشأن الداخلي للجزائر كما كانت فاني البرنامان الميديتراني اللي ندار في روما اللي هو فاني يساند الانتخابات في الجزائر أستانيا وآخر أستانيا عن طريق وزير الداخلية الإسباني اللي يساند البرنامان الإفريقي البرنامان العربي يعني حتى بعض الشخصيات في أوروبا بعض المسؤولين في أوروبا ولكن نحاول نرجع إلى سامح يعني كنشوفوا الكلام وزير خارجية في فرنسا ثلاث أيام قبل ما يصر الانتخاب في البرنامان نشوفوا بالقرار هو نفس الكلام يعني حرية حرية الديانة وحرية التعبير وحرية الليبرتة ومانيفستي وانا اتكلمت وجاوبته بصراحة جاوبته اليوم في قناة وجاوبته في قناة لالجيري قلت له أن لأنه لازم أن نفهم شيء أنه قرار اتفاق مع أوروبا تقصرك الأكور دا سوساسون تقصرك الأكور دا سوساسون هذا اللي فيه 110 لزارتيك البند في البند الثاني من هذا الأكور هذا يقول لك على حقوق الإنسان ولكن باش نفهمه الشعب بتاعنا كما هم عندهم الحق أنهم ينظروا على حقوق الإنسان احنا عنا الحق باش ننظروا على حقوق الإنسان اللي هي تتمس في أوروبا وهذا هو الشي اللي قلت أنا المسيور الودريون أنه احنا في الجزائر كما قالها الأخ منذ 22 فبراير اليوم هذا معناش جريح واحد أما في فرنسا فيه مئات الجرحة وفيه قتلة وفيه منع يعني التظهر وهذا يمس بحقوق الإنسان احنا لازم ننجد لكم يعني هذو الرمار أما فيما يخص الديانة يعني الريبارتي دوريجيو لكن تفكر المرأة المرأة العربية اللي كانت عندها يعني فولار وتخدم يعني متطوعة مع المدرسة تحبش تدي الولاد لسورتي سكولير يعني بهدلوها في مجلس كونسي مينيسيبال بهدلوها على جر الخمار هذه هي حرية الديانة عنكم في فرنسا منع الحيشة في فرنسا وحتى نرجع حرق المساجد حرق المساجد حرق المساجد المساجد وغير ذلك مساجد الشريف جزائر كما قال أخي التاريخ السؤال فقط سيد الكريم هذو الناس اللي يقول لك عطيتوا حجم كتر منه ما تعليق أعطينا حجم لأننا الغيرين على بلدنا وهذه هي الصفات على الجزائري حتى نحن نعلم أنه موش قرار ملزم ولكن للمبدأ هذه هي فدراء المحارب يتركوا الشموار هذا هو الجزائري سيد شاب حبرك في لبت تعال الحجم هذا أنا نظن ما تعطيش حجم الحقيقة نحن كنشوفوا عد البرلمين الأوروبيين 751 تقريبا لينتخبوه 140 كيف يصطلع 140 لينتخبوه مع هذا القرار لأن دخلوا مثل مقال تعال ديانات لأن الآن تعرف قال يغلقوا غلقوا ممكن كنائس الأخير كنائس الغلقة نظن على بلنا هي كنائس غير قانونية غير شرعية هذه الدارية عليخ داوة وزير الشؤون الدينية معناها هناك أحد الديانات وراهي موجودة وأحسن ممكن رهي موجودة نطر ضنضافريك لماذا تغلق هذا ماذا مثال شيء آخر كذلك أنا نظلم أعطيش حجم أكثر منها هذا التحذير لبقية الناس اللي حبوا يدخلهم في شؤون داخلية ززير لذلك سعد ززيري قالوا كما يقولوا بسطة نروحوا للقاضية لأطار حسيمة ديوني الشراكة الاتحاد الأوروبي هل يعني هذا البيان لأنه رح نتكلم عن البيان تعوزارة الخارجية هل هو بارود على الرئيسي كما يقولوا أو أنه سيبلي استهدف بعض النقاط مهمة ما هي النقاط اللي تراها في اتحاد الشراكة مع أوروبا لابد أن تراجع أو محل تقييم أولا ممكن حقيقة أنا وصرحت قلت دون تصريح وزير الخارجية ممكن كنا نتمنى يكون أكثر من هذا لماذا لأن أوروبا يرى مسفادة من زيار يطار اتفاق شراكة تجاريا لو نشوفوا مثلا وشرانا نشير على أوروبا وشرانا في هنا أرى فرق كبير معناه المسفادين لطاكس ناقصين إلى آخره أنا نظن وتقريبا في بيان وزير الخارجية يقولك عدت نظر في المؤسسات في العلاقة ما هدرش مع أوروبا أرى وقال في المؤسسات المساج أرى هو واضح زيد على ذلك لازم نحضره كذلك تصريح وزير الداخلية الإسباني وإن حقيقة نقال لك نمشي مع الانتخابات ورانا من دعم من العملية هذا له أكثر من دلالة وزير الفرنسي يتكلم كذا ولكن يشوفوا بعض النواب يقول هناك تنقض هناك تنقض نحن في الجزائر لحد الآن مع بعض الخوان من هدرش عليهم والمرتزقة من هدرش عليهم أغلب الشعب الجزائري مهما تكون الحزاب كما يقولوا حزاب معارضة أي شي دائما نمشيوا مع السياسة الخارجية تعمل بلدنا وهذا هو الأساس مثل ما هو معمول في جميع البلدان نحن نضمن هذا الشي لأطاره يمكن نتكلم عنك نقض بعض النقابيين يرحوا شكيوا مباشرة في البرلمان الأوروبي يقول لك رهما ما كاش الحقوق أنا نضمن كاش حق كما نقابيين رهما يمشيوا يدروا إدراب يوم ما حبه إلى آخره رحوا البيت يشكيوا إلى آخره هذا النقابي اللي ملقاوش هنا الصادة ما معنى ملقاو الصادة معنى العمال ما يمشوش معهم ولو حبوا يدونوا القضية النقابية وكذلك ممكن كما بعض المعارضين نقولوا وكذلك نفس الشي اللي ماشي وطنيين نفس الشي يحب اللي يحب يخدم الحمد لله الآن عراءنا نهضر واش نحبه ننتقده واش نحبه ننظن كش ما تلقى بلاد وما يمسوا حتى واحد ننتقده رئيس مجلس دولة ولا واحد مسوه هذا أكثر من ذلك فيما يخص للتحاد الأوروبي أنا نظن من هنا فصائدا لازم نزير تعرف أنا نظن الغلطة اللي ديرناها قبل ومعنى ش علاقة بأوروبا علاقة بإفريقيا تعمسح الديون لإفريقيا علش نمسحوا الديون ما نمسحوش الديون هاد البردان اللي عطينا لهم مسحنا لهم ديون في كل ما يكون انتخابات يمشوا مع بلد آخر ما نمسحوش نخليهم سلفين فيما يخص للتحاد أوروبي لازم إعادة ناظر في الشاركة والتعامل بالميتل تحتارمني تقدرني نمشي معاك وتقالوش نحبس وخالط الآن العامل بالميتل والآن التجارة العالمية مفتوحة سنعود إلى الشق الاقتصادي قال إذا رجع السيد مديوني مختار سعيد شابخ قال أنه البيان كان يكون من المفروض أكثر هل ترى أن بيان وزارة الخارجية يفتقد لبعض الآليات الدبلوماسية اللي يضغط بها أكثر ما تعليقك شف أنا كمواطن مواطن وفيد لوطني يعني تحملت كل الوزب يعني المصاريف تعي أن نروح نتكلم مع هذه اللي تكلمت على الجزيرة يعني على حسابي لما نشوف يعني الخارجية تعنا اليوم الدبلوماسية تعنا ما فيش عمل كبير ما فيش عمل كبير للدفاع عن مصالح الجزائر في الخارج لازم تكون لازم تكون لازم تكون أكثر شراسة أكثر شراسة للدفاع الجزائر في مرحلة كما هذه أما بالنسبة نرجع لك يعني الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي الاتفاق شاركة نحاول نذكر للتاريخ والآخره معي يعني هذا الاتفاق سنية بوتفريقة وحده ما أعطاش حتى الوقت الخبراء الجزائرين أنهم يدافعوا على المصالح الجزائرية واللي هذا اليوم في البنود التأو 110 ما كاش حاجة لتفيد الجزائر هو في غير فائدة الجزائر واللي هذا نحن نتمنى أن من بعد الانتخابات الـ 12 ديسام تكون لدينا حكومة شرعية أننا نعاود ندرس هذا الاتفاق مع الشراكة مع أوروبا لأننا نعطي كلام واحد نقوله الجزائر غنية برجالها غنية بخيراتها كان خيرات تتعنى لماذا لا بدناها مش من تحت الأرض لأن الأوروبا هي اللي محتاجتنا لأن اليوم باش نتكلم حتى في أمريكا كان فيه قرار كان فيها يونيتود يعني تعليل سرفيس سكرية أمريكا اللي خلوها الترامف وقلبيرو التأو في 2030 في 2030 أن أفريقيا هي تكون البوم بتاع العالم لأن فيه ناس راي تكبر في أوروبا والخيرات راي تنقص في أوروبا أما الخيرات راي في أفريقيا خيرات راي في أفريقيا الفكرة سيدي الكريم سي شبخ تحدد تاسي مديوني على الدبلوماسية الجزائرية أنت كان قيادي وكذلك نائف المجلس الشعبي الوطني نتحدث عن الدبلوماسية البرلمانية إلى أين وصلت ودعني أسمع منك الإجابة بعد فاصل قصير إذن فاصل قصير فابقوا معا أهلا بكم من شديد مشاهدينا الكرام نحن على الهواء مباشرة في الحدث الذي يواكب هذه المسيرات التي انطلقت صباح اليوم عبر مختلف ولاية الوطن تنديدا بالتدخل الجبان للبرلماني الأوروبي ويحضر معي لمناقصة هذا الموضوع دائما أجدد الترحاب بالضبط السامي المتقاعد مديوني مختار سعيد مرحبا بك من جديد وكذلك القيادي في الاتحاد العام للعمال الجزائريين سيد شابخ فرحات مرحبا بك سيدي كنت سألتك قبل الفاصل على الدبلوماسية البرلمانية هل في حديث اليوم عن اجتماع طارق للمجلس الشعبي الوطني للتنديد بهكذا تدخلات تفضل سيد الكامل نقدر نقوله من أول بيانات اللي اندرته رئيس البرلمان الجزائري سيشنين أول رد فعل مباشرة بعد تصريح تعلق البرلمان الأوروبي كان موجود أنا نظن هناك أصوات من برلمان يومي يقول لك من المفروض نفتح النقاش للرد بقوة الشيء اللي أكيد وهو أننا دعمتنا البرلمان الإفريقي البرلمان العربي البرلمان تعلق الاتحاد المتوسطي أظن هذو كلهم أظن لها أكثر من دلالة ويركزوا على مدى لا لتدخل في شؤون البلاد ويقول لك بأن الانتخابات الانتخابات هي الحل لأي بلد هذا هو أنا سيدا ذلك أنا نظن الآن ما نفروض تكون كما يقول إنه البرلماني الجزائري ما بقاش الآن برلماني يروح فيه مهمة إلى الخارج دون أن يتكلم عن الجزائر عن الدفاع يعطى الصورة الحقيقية وزياد على ذلك بغضل هذا البرلمان كذلك الصفراء يجب أن نتكلم إليها الصفراء يمثل الجزائر أنا نظن كذلك ما يغلقش على أن يروحه في المكاتب يجب أن يروح لوسائل الإعلام يتكلم يشرح الوضع نحن نقابيين مثلا كما نروحوا للخارج في كلما نروحوا للبلدان مباشرة نترحون اللقاءات في القنوات البردان هذه نشرح الوضع في الجزائر ونأكدوا نأكدوا دائما بأن الجيش الوطني الشعبي وعلى رسول القاعد صالح عمره الفريق القاعد صالح عمره ولا الطبع في الحكم مش كل أمور واضحة الآن راه تقريبا ماشيين مع الديمقراطية هيكون نقود كل وقت أشهر قيلة إن شاء الله وتنطلق الانتخابات الآن مشينا في الانتخابات في وقت تقريبا نكسل أحطه أولا بكري كان البعض يلقاه لأتدارات وزارة الداخلية تنظم تقال الآن هناك لوجنة مستقلة تشرف وتنظم وتراقب معناها تقريبا ما عندها حتى علاقة مع الدولة أنا نظن هذه الضامنة الأولى ورانا نشوفوا فيها رانا نلاحظوا في الحوارات بما فيها نتكلم ورانا في البيلد نتكلم عن البيلد البلاد راه تقريبا يوميا يجوز المطار الشحين بالتساوي إلى آخره هذا له أكثر من دليلة اللي بقنا الآن إحنا واش نديره الجواب الحقيقي اليوم درنا مسيرة ولكن الجواب الحقيقي مش غير هذي برك المسيرة الحقيقي ويوم الثناش إن شاء الله لازم نروحوا كلنا وبقوة الاتخابة بل الثناش ما يهمناش ما يهمناش سمحني على المقاطعة سمحني على المقاطعة بل الثناش هل يعني أين وصلت فكرة عقد دولة طاري اللي بزي الشعبي الوطن تكيل أحد الآن أظن دهر تنهار الخميس أظن اليوم رأنا سبت ممكن من الحد لك راح تظهر هناك حديث هناك تقريبا برلمانيين اللي تكلموا وقالك ضروري ومشيغل الآن نفتح نقاش على تصريح أنت على تدخل السفر لبرلمان أوروبي في الجزائر وكذلك ممكن في المستقبل في ممكن تكون حادث لازم البرلمان يجتمع على الأقل يسمع ما هي ويعطي الموقف بتاعه باعتبار باعتبار المادة تمنى هي البرلمان هو التفسير تعلق المادة تمنى اللي مثل الشعب يعطي على الأقل رأي الشعب نحن الآن إلا حالة كبيرة عن طريق الشارع ويقول لك لازم يكون ردفعل أقوى من هذا وصلت الفكرة على نبدأ من أين انتهى أسي شابخ عاسي مختار أنه قال لابد لا نكتفي بهذه المسيرات وبهذه التنديد نحن نشوفه شوية منذ أيام فقط البنين دولة إفريقية صار لها مشكل أعطات مهن هل تأتي ممتل الاتحاد الأوروبي هل تعتقد أننا سنقوم بنفس السلوك ونفس المعابلة بالمثل نرى يوم استدعاء لممتل الاتحاد الأوروبي في الجزائر أنا نظن اليوم الأولوية هي للانتخابات لأننا لازم نكونوا يعني في نشبري سورا باش نواصلوا المصاري تعنا الانتخابي نكمل نجند الشعب كما جندنا اليوم للذهاب للانتخابات ونظرنا هذا هو الرد القوي على قرار الاتحاد الأوروبي أو على التصريحات بعض المسؤولين أما إذا سمحت لي في دقيقة أو نفس دقيقة الأزمة الجزائرية اللي نعيشوها اليوم الأزمة السياسية المسؤولين الأولين عليها هم الأوروبيين لأن الأوروبيين باش ننسوش تاريخ تاريخ ما يرحمش كانوا الرئيس بوتفريقة هو مريد في العهداء الرابعة وساندوه في العهداء الخامسة هدو كن كانوا ديمقراطيين حقيقيين كانوا ميساندوه شرائيس مريد اللي ما تكلش في مع الشعب التأولي مدة سبع سنين ولكن باش نقولك بالليل حتى الأزمة الجزائرية اللي نعيشوها مسؤولة عليها أوروبا لأن يكنا نشوفوا كل رؤساء اللي يجوا جاء ساركوزي جاء ماكرون جاء وقاء يعني يجوا يتكلموا معاه يتدخلوا يشوفوه يخرجوا يخرجوا ويقول لك والله تكلمنا عليها لكل القضايا المشتركة يعني هذا كان تغليق للشعب وتغليق للرأي العام الدولي لأن كانت الجزائر بلا رئيس كانت عصابة تحكم لو لا يقضت الجيش وتجنيد الشعب في 22 فبراير كانت هذه العصابات الدينات الداهية كما قالها السيد زغناطي اللي نحيوها للعمل اللي هو يقوم به حاليا وزير العج قالك في يوم في 2 ديسام لما تكون المحاكمة عالنية قالك الشعبيين خلع الشي اللي غادي يسمعوا يعني بشوف الفوضى والكريتة اللي الدوري هالبلاد هذه لو لا نجز الشعب لو لا تجنيد الجيش والجيش اللي كان يعني حتى بها كل الجيوش لأنه كما قالها الأخ الساع في أول فرصة الجيوش تلف على الحكم تدي الحكم الجيش الوحيد اللي طلب أننا نبقى في الدستور هو الجيش هذا وعلى رأسه رئيس الأركان وما عنده حتى طموح سياسي وما عنده حتى يعني مطار الشحلية وهذه يعاودة كل مرات يعني قريبا نقول له كل أسبوع وما يتكلم لازم نجبدول على المصحف يا جمع عالو الشيطان الجيش ما عندوش ما عندوش طموح سياسي الجيش عنده مهمة كبيرة والله الشعب والله ما هو على بالوش ره يدير الجيش الجيش باش تأمن حراق هلا هلا تأمنها من الحدود هلا تأمنها الحدود لأنه فيه اختراق للحراق وفيه حتى ينمي ناص ضد الحراق يعني غدوة صراحة الله لا يبدو يقدر تكون الآلاف تعالى الضحايا في وصل الحراق يعني الجيش هو قايم بالمهمة الدستورية حتى يقول الجيش يدير في السياسة المادة 28 للدستور تعطي الحق للجيش أنه يدخل في سياسة الدفاع لأنه المسؤول الأول على ما يخص الأمن الوطني وأمن الشعب وهذا نظرنا ناياه حتى نحاوزه للتحاد الأوروبي نظر ما وشهده والوقت الوقت تكون دولة قوية تكون دولة قوية بعد الانتخابات لازم أننا رأوا بزاف العقود لدارهم سيبوتفليقة سنأتي لهذا الموضوع مع أسي شبخ أتكلم سيب أختار مديوني على بوتفليقة وعلاقته بالاتحاد الأوروبي ما هي المسائل أو القضايا الاقتصادية وحتى كذلك السياسية التي رهن بها الوطن بوتفليقة مع الاتحاد الأوروبي أنا أظن في حدة إن ضع الاتفاق بدون ما تكون مصالح جزيرة موجودة فيه هذا تقريبا رهي أعطينا لهم كل شيء أنا أظن السوقوت تستحهم لي كان موجود من قبل هو لأنه كانوا مستفادين الآن علش هتتحروا كلهم زي فرق دي سمحتموا قبيل أخذتنا عن البنين البنين وهو الاتحاد الأوروبي ومشي البرلمان الأوروبي اتحاد الأوروبي الدخل اتحاد الأوروبي عليه القارات تعوه رهي في الحقيقة ملزمة مشي كما البرلمان الأوروبي غير ملزمة بشي يكون واضحة فيما يخص هدية أنا أظن الآن لاحظوا حقيقة الشعب الآن في طن بعدما تقريبا تقريبا بعد 22 في فبراير شعب في طن هناك ديمقراطية أخرى حقيقية رهي موجودة ما بقاش يقبل السيطرة تع فرنسا أو أي بلد أخر أنا أظن المصالح المصالح بالدرجة لولا تع فرنسا ومتاب بعض ممكن الدول الأوروبية هي اللي تمثث لذلك هد رد الفعل معناها بكري وش كانوا يديروا يكون أي شيء نهار يشوفوا أمور نقصة يهدوا عن طريق هاي أملهيئات مباشرة مكاش ديمقراطية مكاش حرية نقبية كذا وكذا سجنوا كذا داروا كذا داروا نفس العملية أنا أظن وعلى بلد في الأيام القادمة راح تكون ردود أفعال أخرى ممكن أقوى بكثير وإن لأن الآن بعد بيان وزارة الخارج راح عنده كما يقولوا رمالهم أم مورس وقالهم يدي شي فريوه يعادة النظر وش ما أحب يقول شكرا رحا يستفاد وش الأمور لنا راجعوها مثلا اللي كانت مرهونك لا اللي كانت مرهونك السؤال كان عن بو تفريقة اللي يرهن الطروات الوطنية من خلال الشراكة بشيا في نظرك أنت كمتابعك أنا طابعي وتعرف أن على الاقتصاد الحواج اقتصادي المهم لازم تراجع كل ما هو الاقتصاد الآن لو كان نشوفه مثلا في الميزانية ما هي تقريبا الدول من أول الدول المرتبة أولا تقريبا في كل المشترية تعلجزائية تقريبا كلها هي عن طريق فرنسا بالدرجة الأولى ولو في المدى الأخيرة هذه في المدى الأخيرة نقص الشوية ولكن دخلة الصين طبعا الصين إلى أخير الدول الأخرى مثلا نشوفه في البناء الصين وتركيا ما بقاش فرنسا في عدة شركات نفس الشي معناها نقصد أنا نظن هذا رد الفعل ماذا يجب أن نراجع يجب أن نراجع كل شي شوف اللي ما فيش الاحترام المتبدل اللي ما فيش الفيدة أنا نشير عليه جوج ملايير لجب أن نشير جوج ملايير هذا هو هذا هو الحل تعامل بالميتل ما بقى نعطي له أنا ندير زيادة على ذلك محروقات والآن بدأت أصوات كثيرة داخل البرلمان في الحكومة على أساس ما بقاش حنا نبقى بروت هدايا الخام هذا ما بقاش لازم يتكره هنا عندما نصنعه هنا أولا نربحه مناصب شغل اللي بنائنا المتخرجين والإطارة طرحي ما شاء الله زيادة على ذلك زيادة على ذلك كتبحها تقريبا بعد ما تكونش خام رح تكون ثمن أكبر يصوف عيب وعار بلد منتج البترول أخلا مع المصانع بما فيها المصنع اللي شره قبل كانوا ينتقدوا بعض الناس اللي شريناه في إيطاليا الآن راه راه يدخل الزيادة مباشرة معناها ناخد البترول تعنا إلى المصنع في إيطاليا الآن موجود هنا في العاصمة موجود في سيديرزين موجود في سكيكدا راح يكون وحدة أخر مصنع آخر في تيرت معناها الجزائر تقدم هذه هي الأمور لازم ديرها زيادة على ذلك وقالها هناك خيارات كبيرة لم تمس في الجزائر معناها ضروري لازم نستغلوها الآن نشوفوا أحسن متى دعا سمحني برك دعا سمحني القمح كي نشوفوه إحنا في الجزائر ما كناش نتعودين نتشوفوا هذا الانتاج إحنا مباشرة غير يخسروا حول فرنسا دخلناه في الخازين كي يقول وزير في الأحام مليار بارك الله هذه زيادة لا زيادة على ذلك كي ينتاج وافر كبير اللي ما قدروش يدخلوها ضمن الحكومة والحمد لله خدت إجراءات معناه يبدو يوجدو وين يخزنوا القمح زيادة على ذلك نقصوا فيما يقولوا بلودور هذا ما تقاش يجيبوه زيادة نهار سمعوا فرنسا كذلك بل إزازائر راهي نوية جيب من روسيا بل الأخر ارتباء كبير نشوفوه على ضربة التفاح حنا التفاح عندنا رانا تقريبا من أحسن الأنواع على التفاح نشوفوه ممكن برق في خنش لا برق في خنش لا رأي عندها تقريبا مش عارفش معناها الاتحاد الأوروبي ونقول بيضار على رأسها فرنسا الآن شفت المصالح تحت مستوى وحددت وصلت الفكرة سيدي الكريم السيشة بختت على الجانب الاقتصادي خلينا اسأل سيد مديوني مختار بحكم الاختصاص وحكم أنه ضابط سامي دون المساس بقضاياتهم أمن الدولة وهذا واجب التحفظ على العسكريين وعلى المدنيين هناك اتفاقيات أكيد بين عسكرية بين دول أوروبية دون التفصيل يعني التدقيق في القضايا بالتفصيل لكن هل ترى بمجمل أن هذه الاتفاقيات لا بد أن تراجع أو تعاد نظر فيها والله يا أخي ما عنديش يعني صفة مدققة عن الاتفاقيات ولكن نتكلم بصفة عامة بما يخص الأمن على مستوى المحيط البحر العبيض المتوسط والشاركة تعالى معا يعني الوطن فيما يخص المنتين للستابللت دون الرجوع هذا الأطلاصي في التقرس عندها قوات الآن رهي تأمن بصفة يعني مهنية فيما يخص التهريب فيما يخص وهذا يخدم للستابللت الرجونال للأوروبا للأفريق اليوم كنشوف سوفوا كي كانت لليبيا يتدستابلزيك لما ليبيا تم الضرب بالقضية الليبيا وبمعمر القدفين للغروب تيرروريس على الأفريق سبحاريين عندما نرى البوركينة الفاسو والتشاد والنجير جيوب الإرهاب ونشوفوا للإنستابلت حتى في الجيو политيك كل جيو في المحاربة في سوريا وفي العراق الناس يترجع للبلسة لأننا يقول لك لانتور أورير دي ترجع للبلسة الفرغة بالبلسة الفرغة اللي دعوم فيها الفوضة كي مرأي عمار الفوضة في ليبيا ولي هذا الجزير c'est un rempart هذه ما زال ما فهموهج لازم يفهمو هذا الأوروبيين بأن استقرار الجزير هو استقرار أوروبا الجنوبية يعني لأن la sécurité de l'Europe dépend de la stabilité de l'Algérie et l'Algérie c'est un grand pays qui peut donner plus à l'Europe la condition لازم l'Europa تفهم باللي في العلاقات لازم يكون يملك الإحترام المتبادل ما راناش شعب مستعمر لازم أنهم يقلعوا دي دي بس كل البربلام تعال كالكولونياليزم يعني تعال المستعمر تعال الاستعمار ما زال ما همطقوش ينحهم الرسانهم باللي الأفريقى استقلوا باللي الأفريقى يصن سوفران باللي الأفريقى الرزق بين يديهم والأفريقية هي المستقبل تعال العالم سيد كريم يعني خليني هذا جر للحديث حول جر الجزائر في تدخل أجنبي في قضايا ليبيا في قضايا على شريط الساحل شريط الساحل هذا اللي خلى هذا التحرش بالجزائر لأنها جزائر موقفها تابت وهو عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبلدان غالي ما تصيباش عند بلدان قال لأنه حتى دستوريا القانون ما يسمحناش أن نمس بكرامة الدول كما ما نسمحولهم مش أنهم يمسوا بشؤون داخلية للبلد الجزائر سياد فرنسا يعني رئيسي دون نزاتيري في المستنقعة على الساحل لأنكم أنتم ما جيش كبير وحتكم خبرة كبيرة وهذه الحدود إحنا رغمنا مشاركين في تأمين إفريقيا لأنه لو تأمن الحدود تأمن المشكل المشكل تعال أفريقا ورغو قلها البرح كايتا لا سمعتو به ورغو ديكرا راسون تعال كايتا المغني اللي هو من أصل مالي قال المشكل تعال مالي هو فرنسا لخلقتها تولي سيوك يستطيع تستباليزي لأفريق سيلا فرنسا دكرا علش لأن الكرياسيون تعالي جروب هادو أن بي با أتر هكا يعني جات صدفة لأن لأنا تستاباليزيزيون تعال أفريق سمحلهم لأورانيون تعال نيجر يا أخي سي كاكسوس دو لأورانيون تعال نيجر تستفد منها نيجر مثل ما منها آريفا وفرنسا واللي هذا لليوم ما تقوش يتخلوا على أفريقيا يعني المصارح حمراء هدا أما في الجزائر هم غالقين الجزائر الشعب هذا والله ما يقدروا يدوم عنده شبر اسمحني أستاذ حتى أعطيه شوية وقت مهمة قضية بين قوسين فقط تعرف قضية للصحراء الغربية بالنسبة للجزائر هي قضية تصفية استعمار هي قضية الأمم المتحدة هي التي تقفل بالموضوع هل هناك بعض اللوبيات داخل برلمان الأوروبي إلى جهة معينة تريد ضرب الجزائر لأنها موقفها تابت من الصحراء الغربية وتتعرف ما أريد وأنا شوف أنا كنت ديبلوماسي وحطوا لهذا السؤال ولماذا الجزائر والحبس واجمعها الجزائر ما عندها حتى الدخل في قضية الصحراء الغربية لأن قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار التي هي مطرها على مستوى الأمم المتحدة وعلى ذلك اللي كان رام ينرسوه موش دخل الجزائر في قضية الصحراء الغربية صحراء الغربية هو الشعب يطالب بتقرير المصير تقرير المصير كان لائحات أممية التي تتكلم على تقرير المصير للشعب الصحراوي استفتاء الإطالي إحنا يمعلن إلا نسالد الشيء اللي هو شرعي في إطار الأمم المتحدة أما كنتكلمت أنت في الكونسيج سيكوريتي تعالونه يعني في كل مرة شكون هو اللي بلوكي اللي رأي حرق المصار للذهاب إلى تقرير المصير هي فرنسا لأنه علش عندها مصالح أكثر نقاش طرف عربي آخر ممكن هل هناك طرف عربي آخر يدعي فيها في أطراف لأن اليوم كنتكلم على ليبيا أسكو ليبيا كانت مشكلة بين الليبيين الليبيين هم مستعملين اليوم أنهم يتقاتلوا بيناتهم لمصالح خارجة عن ليبيا وفيها دول كبيرة وسط الفكرة خلينا نرجع من الحدود الجزائرية إلى الشأن الداخلي الجزائري ونحن مع هذه المسيرات اليوم في مترشحين خمس يخوضون الجزائر شرقا وغربا في حملة انتخابية هل هذا التوازي مع هذا التدخل الأجنبي لي كان فرصة كما قال بديوني وكما قالوا الآخرين يعني أنه أعادى اللحمة الوطنية هل ترى أن هذا الضر هي نافعة نحو الدهاب بمشاركة قوية في الاتخابات الرئاسية أنا نظن شيء اللي يفرح في الحقيقة هو هذي اليومين تقريبا حتى كل المترشحين في الحملة التحون في أي مرات يروحوا إلا ويندروا بهذا التدخل هذا الدلالة هو أكثر من دلالة أنا نظن الآن لأننا بدينا نحسوا بأن البلاد رأي في خطر لماذا في خطر؟ هي مشاكل مفتعلة مفتعلة لأغراض شخصية لهذا البلدان المترشحين أنا نظن الشيء اللي رأنا نسمعه فيه بالدرجة اللولى هما دايما يديروا دايما ميناديه ونقوله فيه خمسة باش واحد ما يكونش باش يكون صادق يقول لك لازم بابور أرواحه تنتخبه وكل المترشح يقولك ما دايما ينتخبه تنتخبه عليها معناها رأي يسمعه وهذا هو الأساس معناها إحنا دائما وصرا نقوله اليوم هذي اللحمة معناها أنها تكلموا جزائر بعد ما تكلموا الجزائر ككل نبدأوا ندخلوا فيها طيلي فيها هذا هو شيء الأساس اللي رأنا نلاحظوا فيه ونظن المترشحين في الحقيقة كانوا في المستوى لأن دابور إلى الآن ما دفعناش على البلادنا في هذا الوقت واش نديروا بالانتخابات إلى البلاد رأي راحت واش بقنا في الانتخابات لذلك نحافظوا على الانتخاب ونظن قد كليامات القليلة القادمة أكيد راح تكون مبادرات أخرى يحاولوا يديروا مبادرات لذلك كما يقولي فقونسوا فيجيلون فيجيلون نبقوا من المتحدين المخرج الحقيقي نحن رأنا نشوفه فيه في الوقت الحالي المخرج الوحيد وهو الانتخابات الرئاسية لأنه عندما نهار يكون رئيس شرعي أولا بعد عين كل تدخلات الجنبية وهذا هو الشيء يحب يوصلون ليه في أوروبا حبوا مثلا ما تكون في انتخابات ولو كيفاش ناس منتخبين في البرنامج الأوروبي يقولك لا ديروا لجنة ديروا مجلس أسيسي ديروا معين هل هذا منطقي؟ هل هذا منطقي؟ واحد منتخب يقول هذا شيء؟ هل صارت عندهم هما؟ أنا نظن لزم ضروري الشعب الجزائري الشباب انتعنا ما نقولهش أنا ينظن اليوم أقولك مجموعة كبيرة من الشباب اللي يخرجوا نقدر نقولك حتى الجماعة أنت الحراكة راح مشوا بقوة لأن حسوا بأن هناك راح يعودوا نرجعوا إلى قصة قديمة وهو استعمار جديد راح يجينا أنا نظن الأساس الآن وهو نحاوله نمشي مباشرة إلى انتخابات رئاسية بعد الانتخابات ننتمنى كذلك يعطي نظر في القوانين كلها باش يبقى دائما الشعب هو مصدر كما يقوله القوة للوطن تسمحني سي مختار سي شابخ فقط السؤال الأخير راح يجاوبنا عليه سي مديوني مختار سعيد ضابط سامي المتقاعد هل يعني هذه الوضعية اليوم لأن المواطن يتابع في هذا المشهد السياسي فاته التطورات هل هناك المترددون أو الانتخابات أو الدهب نحو الانتخابات الرئاسية سيعودون أو سيعاودون النظر في موقفهم لأن التهديد بدأ من الأوروبا هذا أكيد هذا أكيد لو ألدك اللي تكلمت كيانكي هو قلت لك القرار هذا ولا غيرون دونا به سيرفيس خدمون يعني جت في محلها اليوم نظر الانتفاف تأشعب حول القضية الجزائرية سيجعل من الناس اللي كانوا متردين أنهم يأخذوا القرار باش البلاد ما تقاش في خطر حتى يعني نعود نرجع أن الانتخابات الرئاسية ليست الحد هي بداية الحد لأن الشي اللي روجي أنا نتمنى أن التجنيد تأشعب يقع مستمر حتى الرئيس الجاي يعني يوفي بالعهد باش يكمل مع المطالب تعل الحراك باش نعود النظر في الدستور نعود البررامان نعود القوانين على الصحافة نعود قوانين على الصحة فيه بزاف يعني فيه ورشات كبيرة تنتظر الرئيس المقبل ولكن تكون عنده الشرعية باش أنه يعمل بصفة يعني مفيدة للشعب وللبلد فليهذا فليهذا البداية الحل ستكون ابتداء من 12 ديسام وأنا نظن بزاف الجزائر اللي كانوا متردين راح أن يتدخبوا فيهم دل ضابط سامي المتقاعد مليوني مختار سعيد شكرا جزيلا لك وسعيد كذلك بلقائك في هذا المساعد شكرا جزيلا لك محبرك في أقل من دقيقة أنا ممكن نشكر كل العمال كل الفروع النقابية كل إطارات النقابية في حقا اللي يحضروا جندوا ولازم نقول بقومه جندين إلى يوم تنجسهم إن شاء الله شكرا جزيلا لك شابخ فرحات والنائب المجلس الشعبي الوطني والقيادي كذلك باتحاد العام للعمال الجزائري شكرا في فرصة قادمة بحول الله مشاهدين الكرام إلى هنا نطوي أوراق الحدث لنهر اليوم نلقاكم في فرصة قادمة بحول الله إلى ذلكم الحين سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة